عن تشكيلها اجتمع أعضاء لجنة تطوير المنظومة السياسية في القصور الملكية بالعاهل الأردنية لوضعه الخطوط العريضة لعملها تطوير المنظومة السياسية وصولا للحياة البرلمانية والحزبية اللي بتناسب الأردنيين وأنا طلبت من الحكومة أن تقوم خلال الأسابيع القادمة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح بجدول زمني للعامين القادمين 92 عضوا من مختلف التوجهات السياسية والحزبية والأكاديمية سيباشرون عملهم ويقدمون مقترحات لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب إضافة لتعديلات دستورية أخرى تسهم في تحسين الواقع السياسي المتأزم دعوة صادقة لكل من لديه أفكار ومقترحات يمكن أن تخدم هذا الجهد الوطني وخاصة من أبنائنا وإخواننا الشباب وسنعمل على دراسة كل ما يصلنا والاستفادة منه ويدعو البعض اللجنة الجديدة إلى فتح أبواب الحوار مع شرائح المجتمع المختلفة وتعديل كافة القوانين الجدلية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطنين كثير من المظاهر التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الأردني تراجع الحريات تراجع الحالة الاجتماعية إلى منسوب من اللاثقة بالأداء الحكومي أما في الشارع الأردنية فتبدو لقمة العيش والبطالة أكبر هموم المواطنين وخصوصا فئة الشباب إياب الرقابة السياسية على توجهات الحكومة صعب أنك توصل لتحقيق الغيات الاقتصادية فالثنتين مرتبطات ببعض الإصلاح الاقتصادي يعني فرجوا عنها الشباب الأعداء بالشغل يخففوا عليه للضرائع ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من خمسين في المائة وحالة التأزم السياسية تفرض على صناع القرار التوجه لإجراء إصلاحات حقيقية للتخفيف من حدة الاحتقان وما بين لجنة ملكية لتطوير المنظومة السياسية وحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة رغم أزماتها المالية يواصل المواطن الأردني صراعه مع فصول مختلفة من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة حيدر العبدالي الحرة عمان أسئلة كثيرة لدي أطرحه على ضيوفي معي من عمان سلطان حطاب رئيس مركز دار العروبة للدراسات وينضم إلي أيضا من النيويورك نصير العمري المحلل السياسي الأردني والأستاذ في جامعة نيويورك مرحبا بكم شكرا لتلبية الدعوة أستاذ سلطان دعنا نتفق وضيفي أيضا أستاذ نصير نعرف بشكل سريع ما هي المنظومة السياسية في الأردن المنظومة السياسية هي جملة القوانين التي لها بعد سياسي والتي تنظم الحياة العامة مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب القوانين الحريات العامة النظم الحريات العامة هذه المنظومة السياسية اعتراها كثير من الخلل ليس لأن شعبنا لا يستطيع أن نشخص ومثقفوه ومفكروه لقد قدمت كثير من الأفكار والأراء عبر أكثر من ثلاثين سنة منذ الميثاق الوطني وأنا كنت عضو في اللجنة الملكية للميثاق الوطني وأيضا لجان الأردن أولا والأجندة الوطنية التشخيص وارد خلال ثلاثين سنة لجان عديدة شكلت أكثر من ستة لجان على مستوى هذه اللجنة وربما أكبر أو في أوضاع معينة كان كلما يصاب الوضع السياسي أو الاجتماعي تسارع الدولة بتشكيل لجنة كهذه ولكن المشكلة هي في عدم إنفاذ التوصيات أو الدخول عليها أو تشويهها أو مصادرتها ومن هنا جاء التعاهد الملكي كما قرأت حضرتك في البداية جاء التعاهد الملكي أن لا يصيب هذه التوصيات أحد وأن لا وأن لا يشويها أحد وأن لا يتدخل فيها أحد على الرغم من مقارناتك أستاذ حطاب إذا سمحت وقاطعك أود أن تساعدوني بتقصير الإجابات لأنه لدي الكثير مما أود أن أطرحه لرغم من المقارنات مع اللجان السابقة الظروف هذه المرة مختلفة جدا كليا 180 درجة اليوم ما هي النقطة التي أفاضت كأس الملك عبد الله لأن يقوم بالتوجه لطرح هذه اللجنة الملكية سنطرح السؤال على هل هناك تعويل عليها على أستاذ نصير ولكن أود أن أسمع منك باختصار النقطة التي أفاضت كأس الملك عبد الله السؤال موجه لي؟ نعم سيدي تفضل هو ازدياد منسوب البطالة وسوء الوضع الاقتصادي يعني كل الأفكار والمقترحات التي اقترحت الحكومات الثلاثة الأخيرة المتعاقبة لم تجد ازدادت المديونية ازدادت البطالة الفقر ارتفاع الأسعار أيضا عدم الاستقرار هذا ولد عدم استقرار في الطبقات الاجتماعية وتوترات وبالتالي أعتقد أن حان الوقت أن تعالج عديد من الظواهر التي إن لم تعالج ستودي بأمن واستقرار البلاد طيب نفس السؤال حضرتك أستاذ نصير أشكر صبرك معنا تفضل هل تتفق معنا أن المنظومة السياسية تحمل نفس التعريف الذي طرحه أستاذ السلطان ولماذا الآن يتجه الملك للطرح هذه اللجنة تحية لك والمشاهدين والأستاذ السلطان في الحقيقة كلمة ضبابية كما تعودنا في الأردن تستخدم هذه المصطلحات مثل منظومة سياسية والمقصود منه في الحقيقة يعني هو سلطة الملك المشكلة هي سلطة الملك يجب أن نتكلم بطريقة واضحة هذا الملك يمتلك السلطات الثلاث يعني أرجو تسميته أنا دائما إذا سمحت لي لأنه تعرف أنا معاك لا لا بس عندي اعتراض دائما لأنه لا لا الله يخليك معقول ما خليك تحكي يا سيدي وحتى لو كانت كلمة الكلمة الثانية أنا يحق لي أقاطعك ليوضح شغلة بسيطة اسمه الملك عبدالله رجاء يعني نحن لا نود أن نهين أي قيادات من القيادات العربية والسلطة اسمه الملك عبدالله أنت كرمت علي بعدم استخدام هذا الملك وأنت حر بعد ذلك أنا أود أن أشير إلى هذا الملك تفضل يا سيد أنا أعيش في الولايات المتحدة تفضل وأنا معك أنا أشير عليها وأنت حر سيدي تفضل تقف هذه في الأردن وعند المخابرات الأردن وغير ذلك لا لا إحترام القيادات رجاءنا وفي كل منصة عالمية سيدي أنا أعبر عن رأيي أنا أعبر عن رأيي وأنت صرفتني للتعبير عن رأيي أنا أقول لك بأن هذا الملك السلطات بيده وعندما نتكلم عن منظومة سياسية نحن نتكلم عن سلطات الملك هذا الملك لا يوجد يعني لديه أي نية في الإصلاح يتحدث عن الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي ولا يتحدث عن مثلا المعتقلين لا يتحدث عن الحرية لا يتحدث عن العدالة لا يتحدث عن المساواة بين المواطنين يعني نفس رئيس اللجنة تم لفظه من قبل يعني نفس الملك أقالوا من رئاسة الوزراء وقال له بأنك لم تقم بعمل سيء ويعيد تدوير نفس الوجوه فالمشكلة هي هناك طبقة سياسية الشعب الأردني يشير إليها بأنها طبقة فاسدة ويريد إصلاح سياسي حقيقي وهذا الملك يرفض أي نوع من الإصلاح الحقيقي واليوم هذه المرة السادسة يقدم مثل هذا الطرح ولا يكون هناك ويستمر القمع ويتستمر الاعتقالات ويستمر الفساد الشعب الأردني قبل فترة في سؤال قالوا لهم ما هي مشكلة الفساد 80% قالوا الفساد هو في المنظومة في الحكومة في النظام في الحقيقة لا يوجد جدية لدى هذا الملك في الإصلاح وهذه مشكلة لأن الوضع الاقتصادي فعلا يتدهور وهناك عدم ثقة بهذه اللجنة في الحقيقة نأخذ ردك أستاذ سلطان على نفس السؤال أيضا بنفس النقطة كيف يمكن اليوم أخذ الموضوع على محمل الجد لدراسة ما يطرحه أستاذ نصير اليوم الملك يقول بأنه أنا أود حياة حزبية أستاذ نصير يقول لك ما في جدية كان هناك ست مطالبات قبل سابقة هل الطبقة السياسية تخذل الملك؟ هل البرلمان يخذل الملك؟ من الذي يخذل هذا الطلب الواضح من رأس السلطة في الأردن؟ هذه ليست المحاولة الأردنية الأولى لإجراء الإصلاح كما قلت من قبل كانت هناك عديد من اللجان لم تنفذ التوصيات هناك قوى شد عكسي هناك تحالفات تمنع عملية الإصلاح لأن هناك فئات لا تريد الإصلاح أن ينفذ لأنها تتضرر أنا أعتقد أن هذه آخر فرصة وأن جلالة الملك جاد في أن يحدث هناك إصلاح لأنه لم يبقى لدى النظام ولا لدى المجتمع الأردني طرف وقت لانتظار المزيد من الوقت دون إجراء إصلاحات حقيقية لأن عدم قيام إصلاحات سريعة وحقيقية إصلاح سياسي أقصد لأن الأصل هو الإصلاح السياسي وأي إصلاح آخر اقتصادي أو إداري هو يأتي داخل إطار الإصلاح السياسي لأنه لو كان هناك إصلاح سياسي حقيقي وأقد المتنفذ لأن هذا الإصلاح أنفذ لما واجهنا ما نعيشه اليوم من أوضاع صعبة وبالتالي أنا أعتقد أن الملك أراد هذه المرة لهذه اللجنة أن تنجز عملا قد يساعد الأصل أن مثل هذا العمل يجب أن يقوم به البرلمان طيب كان سؤالي التالي هذا العمل والبرلمان لا يستجب لأكثر من مرة لدعوات الإصلاح ولا الحكومات السابقة الحكومتين السابقتين كان الملك قد طلب منهما إنجاز قانون أحزاب وقانون انتخاب على وجه التحديد قانون انتخاب ولكن الحكومتين السابقتين انتهيتا دون أن تعالج قانون الانتخاب وهو قانون لا يخدم التمثيل الأردني وأنا أعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لأخذ المريض إلى الطبيب لأنه لم يبقى على الإطلاق أي مجال الانتظار وبالتالي نحن نعلق أمال كبيرة ماذا تقصد بالفرصة الأخيرة يا أستاذ سلطان على خطرة الإصلاح وبسرعة طيب يبدو أن أستاذ سلطان لا يسمعني على الإطلاق طيب أستاذ سلطان حتى يعود الصوت إلى حضرتك كيف يمكن هل تعتقد بأن اللجنة متجانسة هذه اللجان متجانسة أستاذ مصير هل هناك حروب لربما في داخل هذه اللجان أصلا كيف يمكن اليوم الخروج بمنتج نهائي مع العلم بأن الكثير من التيارات في الداخل ومنها من يلوح بالانسحاب باكرا ربما منها يعني يرى بأنها فرصته لفرض شكل المنظومة السياسية بحسب رؤيته هو هذا الجزء من المكون للجنة يعني اللجنة فيها أسماء جيدة يعني هناك أساتذة وهناك أكاديميون وهناك سياسيون ولكن الحراك في الشارع غير ممثل وهذه مشكلة الحراك السياسي الذي يطالب بإصلاح حقيقي إصلاح سياسي حقيقي هو غير ممثل هناك وجوه هي محسوبة على الديوان وعلى الملك وهذه الوجوه في الحقيقة يعني لا يوجد ثقة بها في الشارع وعلى رأسهم رئيس اللجنة نفسه الذي يعتقد الجميع بأنه مقرب من الديوان ولا يمثل طموح الأردنيين في أن يكون هناك حكومة برلمانية منتخبة لا يجوز للملك أن يحلها ويحل البرلمان ويلغي إرادة الشعب طبعا أنت ترى ماذا يجري في البرلمان أيضا يعني كمان يا أساد نصير البرلمان ليس على أعلى مستوى من الأداء والنقاشات اليوم باتت دون مستوى تطلعات الأردنيين نفسهم يعني أيضا المؤسسة التشريعية فيها خلال كبير نعم والمشكلة أن البرلمان انتخبوا حوالي 29% وكان هناك مقاطعة للانتخابات وسبب المقاطعة هو عدم إيمان الشعب الأردني بأن هذا الملك هو جاد في الإصلاح معقول كله على رأس الملك يعني كمان يا أستاذ نصير يعني كأنك نفيت وجود باقي كل المؤسسات أنا أقول لك شيء يعني عندما يكون الدستور يقول الملك فوق القانون عندما يرفض هذا الملك يعني سنة بعد سنة بعد الربيع العربي كان هناك توجه ووعود من قبل هذا الملك أن يكون هناك ملكية دستورية يبتعد فيها الملك عن السلطة التنفيذية ولكن هذا لا ينفذ ولكن قد يكون الأردن بحاجة إلى مبادئ فوق دستورية في هذه المرحلة هل تعرض أنت ذلك؟ والله يا أستاذنا إذا نظرت إلى الديمقراطيات العالمية يعني الثورة الفرنسية لو قالوا للشعب رد بمخالف المقارنة غير منصف أستاذ نصير 200 سنة للثورة الفرنسية حتى أخرجت فرنسا يعني يجب أن يبدأ الشعب من مكان ما والشعب الأردني عنده نسبة ثقافة مرتفعة وتعليم مرتفع ويفهم حصل السلطات ما في عندك مشكلة في الهوية أنا على فكرة لا أعرف إن كان يسمعني أستاذ سلطان فقدنا الصوت مع أستاذ سلطان ولكن يخبروني زملاء بأن الصوت جيد معه ولكن اليوم هذه المبادئ دستورية هل تسمعني حضرتك؟ أسمع طيب أرجعني أعطيني رد بشكل سريع اليوم هل تعتقد بأن الأردن حتى يعود مفهوم إعادة الحياة السياسية بشكل أو بآخر إلى المستوى المطلوب هل الأردن بحاجة إلى مبادئ فوق دستورية؟ باختصار أرجوك أستاذ سلطان لأنه بقي مع نصف دقيقة نعم نعم الأردن بحاجة ماسة إلى إنفاذ مفهوم المواطنة الأردن بحاجة إلى تمثل مفهوم المواطنة وهذا جزء من الإصلاع السياسي عندما يصبح كل المواطنين مواطنين بالمعنى السياسي والحقيقي أنا ذاك تستطيع أن تضع قانون انتخاب وقانون أحزاب هناك قوى شد عكسي معطلة وهذه القوى لا تتمثل حتى للرغبة الملكية وبالتالي نحن الآن موجود في اللجنة هذه القوى أستاذ سلطان لانتزاع حقوق المواطنين نعم ممثلة في اللجنة الملكية هذه القوى لا لا اللجنة الملكية اللجنة بتمثل أطياف عديدة وقد تستطيع أن تخرج بقرارات معقولة لا في قوى تحالفية موجودة هي التي تعطي الإصلاح لماذا لم تجري الحكومتين السابقتين لم تذهبا باتجاه الإصلاح لماذا يعني حكومة الرزاز وقبل حكومة الملقي كلاهما طلبا بإنجاز قانون انتخاب لم تفعل وماطلوا وحتى عندما كانت اللجان تنجز رؤية إصلاحية أو سياسية كان يجري التعديل ويجري الفلترة ويجري انتزاع كل ما يمكن أن يفيد في الوصول إلى الأدف نحن الآن بها شكرا جزيلا لكم